كورونا أو كوفيد 19 هذا الفيروس الذي تحول بعد أسابيع قليلة من ظهوره في بوهان الصينية إلى وباء وإلى جائحة عالمية حصدت أرواح الآلاف وتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة كانت له إلى جانب الأضرار التي خلفها فائدة لم ينتبه الكثيرون إليها مع انشغال الجميع بالأرقام والبيانات الخاصة بأعداد الضحايا التي بثت الرعب في العالم الإجراءات التي فرضتها دول العالم للحد من العدوى والتي أبقت مليارات البشر في منازلهم وما رافق ذلك من توقف عجلة ملايين المصانع والمركبات ووسائل النقل تركت شوارع أكثر مدن العالم اكتظاظا خالية للمرة الأولى إن لم تكن الوحيدة نتيجة عنها فائدة جاءت من دون ترتيب أو تخطيط وهي انخفاض نسبة التلوث بالكرة الأرضية بدرجة كبيرة قبل كورونا وصلت مستويات التلوث في بعض المدن والعواصم إلى مستويات كانت تنظر بالخطر بسبب زيادة انبعاث الغازات السامة من المصانع وعوادم السيارات وانخفاض المساحات الخضراء وتعرض البحار إلى التلوث الناتج عن رمي المخلفات الصناعية وتسرب النفط من الناقلات الغارقة ولجوء بعض المدن إلى توجيه مياه الصرف الصحي إلى الأنهار الدراسات الأخيرة التي أجريت بعد ظهور كورونا كشفت عن انخفاض كبير في تلوث الهواء بعد تقليل استهلاك الفحم بنسبة 40% والنفط بنسبة الثلث تقريبا إضافة إلى اكتمال إغلاق طبقة الأوزون التي كان يشكل تأكلها قلقا كبيرا فيما أشارت الدراسات إلى تحسن كبير للوضع الصحي للمصابين بأمراض الجهاز التنافسي مثل الربو والحساسية قد تكون هذه الفوائد قليلة في نظر الكثيرين مقارنة بعدد الضحايا لكنها أصبحت أمرا واقعا سيفرض تأثيراته على المدى البعيد وتعطي فرصة للعالم لكي يلتقط أنفاسه استعدادا للمراحل المقبلة